اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومادة محاصيل الحقل وبرنامجكم المميز في بيتنا مدرسة كل عام وانتم بخير بمناسبة الفصل الدراسي الثاني اللي احنا هنعيش مع بعض فيه مع مادة محاصيل الحقل مع بعض المحاصيل اللي هنطبق عليها العمليات الزراعية اللي احنا درسناها في الفصل الدراسي الاول هنراجع مع بعض على السريح كده حاجة اللي احنا درسناها في الفصل الدراسي الاول احنا اخذنا اساسيات انتاج محاصيل يعني اساسيات انتاج محاصيل اخذنا اعداد الارض قبل الزراعة من عمليات حرس وتسوية وتنعيم وتخطيط وطرق الزراعة وكذلك عمليات خدمة الارض بعض الزراعة من عمليات زراعة وري وتسميد ومقاومة حشائش والحصاد واتكلمنا مع بعض في الفصل الدراسي الاول عن محاصيل الحبوب ومحاصيل العلف الاخدر واتكلمنا فيهم عن محصول الامح ومحصول البرسيم المصري ومحصول الشعير الفصل الدراسي الثاني مع بعض هنكمل المحاصيل اللي احنا ذكرناها مع حضراتكم اللي هي محاصيل العلف الاخدر ومحاصيل الحبوب فحلقة النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض محاصيل العلف الاخدر احنا هنتكلم النهاردة عن اهم محصولين في العلف الاخدر اللي هما محصول البرسيم الحجازي ومحصول علف الفيل ولكن قبل ما نخش على البرسيم الحجازي وعلف الفيل لازم نشوف مع بعض الاهمية الاقتصادية نرجحها لمحاصيل العلف الاخدر قلنا محاصيل العلف الاخدر الاهمية الاقتصادية بتاعتها رقم واحد ارخص وانسب مصادر الاعلاف الخاصة بتغذية الحيوان اتنين تمد الحيوان بحوالي 93% من الطاقة التي يحتاجها تلاتة محاصيل العلف البقولية تزيد من خصوبة التربة اربعة تستخدم محاصيل العلف البقولية كسماد اخدر في الارض واتكلمنا ازاي سماد اخدر ان احنا بنزرع محصول البرسيم اخذ منه حشة او اتنين واسيب منطقة كرسي والتاج انها تديني حشة تانية بس ما بحشهاش وحريطها في الارض وستخدمها كسماد ايه اخدر نتكلم مع بعض عن البرسيم الحجازي ايه هو البرسيم الحجازي البرسيم الحجازي هو محصول علفي بقولي محصول علفي بقولي يتبع العائلة البقولية والمحصول ده محصول معمر يمكس في الارض من 10 الى 15 سنة يعني لو ذكرنا مع بعض في سؤال اذكر اهم المحاصيل المعمرة على طول كده تدي ايه البرسيم الحجازي من المحاصيل ايه المعمرة لأنه هو بيمكس في الأرض أو بيمكس في بقعته أكثر من 10 إلى 15 سنة تعالوا نشوف مع بعض الأهمية الاقتصادية المحصول البرسيم الحجازي رقم واحد يستخدم في تغذية الحيوانات البرسيم الحجازي يستخدم في تغذية الحيوانات ويسمى في مصر والحجاز والعالم كله ملك الأعلاف في العالم إحنا في الفصل الدراسي الأول يتكلمنا عن البرسيم المصري وقلنا ملك الأعلاف في مصر هو البرسيم المصري ولكن إحنا معنا هنا البرسيم الحجازي هو ملك الأعلاف في العالم فالأهمية الاقتصادية بتاعته هو رقم واحد يستخدم في تغذية الحيوانات رقم اتنين يحسن خصوبة الطربة في الأراضي الرملية حيث أنه من أول المحاصيل الحقلية المنزرعة فيها يعني إيه الكلام ده؟ يعني زي إحنا معرفناه في البداية أنه هو محصول أعلى في بقولي والمحاصيل البقولية عامة بتحسن خوص الطربة عن طريق العقد البكتيرية اللي موجودة على الجزور بتاعتها وطبعا الأراضي الرملية دايما بزرح فيها البرسيم الحجازي علشان محصول معمر ويتحمل الجفاف والعطش النقطة اللي بعد كده يعتبر البرسيم الحجازي من أهم محاصيل العلف في العالم نظرا لكيمته الغذائية العالية وقدراته على النمو في أراضي ذات درجات مختلفة من الحموضة يعني واسع الانتشار أقدر أزرعه في أراضي مختلفة في درجات الحموضة بتاعتها من 7.1 إلى 8.5 بي اتش أقدر أزرع محصول للبرسيم الحجازي ويجيب معايا محصول كويس النقطة اللي بعد كده يتحمل الجفاف وفي أعمار متقدمة ولكن كمية المحصول الناتج تتوقف أساسا على كمية مياه الرئي المستخدم أي نعم محصول البرسيم الحجازي يتحمل الجفاف لأن الجزر بتاعه جزر قوي بيمتد في بطن الطربة لإلى حوالي 10 أمطار يعني مجموع بجزر قوي بيجيب المياه من بعيد بيوصل لحد المستوى الأرضي ولكن كمية المحصول بتتوقف على كمية مية الرئي اللي أنا إيه بستخدمها ليه لأنها بتزيد لي من كمية العلف إيه الأخضر النقطة لبعد كده أسباب استخدام البرسيم الحجازي كمحصول الاستصلاح الرئيسي في الأراضي الرملية إيه هو سبب استخدام البرسيم الحجازي كمحصول الاستصلاح الرئيسي في الأراضي الرملية إحنا أخذنا ليه دونا عن إيه المحاصيل التانية رقم واحد مجموعة الجزر الوتدي المتعمق الذي يمتص مياه الري المناسبة من سطح الطربة إلى عمق مما يعني الاستفادة العظمة من مياه الري احنا قلنا الجزر بتاعه بالرغم أنه طول بتاعه من 90 إلى 100 سنطي لما يوصل لقمة النمو بتاعه ولكن الجزر بتاعه يمتد إلى 10 متر فممكن يستفيد بالمياه الموجودة في باطن الأرض عشان كده مجموعة الجزر الوتدي المتعمق ليه ده إداله ميزة وأخصه دولا عن المحاصيل في زراحته في الأراضي الرملية أو المستصلة الحديثة النقطة اللي بعد كده محصول معمر فإن ذلك يعني عدم حرص الطربة لمدة 4 سنوات وهي فترة بقاء المحصول في مرحلة الانتاج الاقتصادي يعني مرحلة الانتاج الاقتصادي يعني المرحلة اللي بيديني أعلى وزن أو أعلى كمية محصول فيها أنا أول ما أزرع البرسيم الحجازي أكبر كمية محصول بخطم في الأربع سنين إيه الأولى وهو محصول معمر فبالتالي أنا مش هحرت إيه الأرض فبالتالي هيتم سبات لحبيبات الطربة في الأرض الجديدة والرملية ما يحصلش لها انجراف بفعل الرياح أو بفعل مياه الري أو بفعل مياه الأمطار النقطة اللي بعد كده عدم تعرض التربة لعوامل التعرية والمساعدة على سرعة بناء وتكوين التربة نتيجة عدم الحرس زي احنا ما ذكرنا في النقطة اللي فاتت قلنا انه هو بيثبت التربة عشان خاطر كده انها ما فيش عملية حرس فما هيحصل تعرية للتربة عن طريق الرياح أو عن طريق الانجراف بمياه الري أو مياه الأمطار إضافة مواد عضوية ناتجة من مخلفات المحصول عند الحشو وفي نهاية عمر المحصول طبعا انا لما عد حش محصول البرسين بتاعي في بعض النباتات بتقع في الأرض ويتم تحللها فبالتالي بتضيف قيمة غزائية للتربة عندي المستصلحة حديثا خصوصا الأرض الرملية لأنها فقيرة في العناصر الغزائية وفي نهاية العمر طبعا لما أحرت الأرض بقايا الجزور وبقايا منطقة التاج هتتم اختلاطها مع التربة وتتحلل في قلب التربة بالعقد البكتيرية الموجودة عليها هتزود لي خصوبة التربة وهتحسد لي من خصوبة التربة نخلش بعد كده عن نقطة اللي بعدها زراعة المحصول يستدعي بالتبعية وجود مشروعات للإنتاج الحيواني للاستهلاك للاستهلاك محصول على في الناتج ووجود الحيوانات يعني إنتاج السماد البلدي الذي يعتبر عصب عملية الاستصلاح للأراضي الرملية أنا علشان أزرع برسيم حجازي زراحت عشر فددين أو زراحت مساحة ما سواء كانت كبيرة أو الصغيرة البرسيم هحشه هوديه فين لازم يكون أو لابد من وجود مشروع للإنتاج الحيواني علشان تتغذى على هذا المحصول لما تتغذى على هذا المحصول هينتج عنها إيه سماد السماد ده أنا هستخدمه في استصلاح الأرض وتحسين خواص التربة ليه؟ علشان كده سميه عصب عملية الاستصلاح للأراضي الرملية وهو إضافة السماد البلدي النقطة اللي بعد كده عملية تثبيت الأزوت الجوي وما يتباح من استفادة المحاصيل الأخرى التي تزرع بعده حيث يتم إضافة ما يقرب من 80 إلى 100 كيلو جرام من الأزوت الجوي إلى الطربة للفدان الواحد سنويا يعني إيه الكلام ده؟ يعني حضرتك أنت زرحت البرسيم الحجازي بتاعك تكون على الجزور بتاع العقد البكتيرية قامت بامتصاص النيتروجيني الجوي فسبتته في الطربة في صورة أزوت الفدان البرسيم الحجازي بيدي أزوت للطربة من 80 إلى 100 كيلو جرام في السنة الواحدة كأنك اشتريت شكرتين يوريا 46 أو شكرتين نطرات نشادر وضفتهم إيه للأرض بتاعتك فهو كده حسن خواص الطربة عندك ووفر لك إيه العناصر الغذائية خصوصا عنصر إيه الأزوت الوصف النباتي تعالوا نوصف مع بعض محصول البرسيم الحجازي هنوصفه زي إحنا تعودنا إحنا لما نوصفه بنعرفه بنوصف الشكل بتاعه من ناحية الجزء الصاق الورقة الزهرة الصمرة أو البزرة إيه بتاعه في الوصف النباتي ده شكل البرسيم الحجازي زي حضراتكم ما شايفين شكله مقارب جدا للبرسيم المصري ولكن البرسيم المصري في البزور تتكون في صورة رأس ولكن الأزهار في البرسيم الحجازي بتكون أزهار إيه مفردة وبتكون الصمرة بتاعته اسم أرمي مش اسم إيه رأس هنشوف الوصف مع بعض نبات البرسيم الحجازي نبات عجبي معمر يمكس في الطربة فترة قد تصل إلى 15 عام يبقى نعرف البرسيم الحجازي في الوصف بتاعه نبات البرسيم الحجازي عجبي عجبي يعني إيه يعني الطول بتاعه لا يزيد عن متر أو من متر المتر وعشرين ولا يكون إيه أخشاب إذا كون خشب ففي الحالة دي هسميه إيه شغيرة ولكن إذا ما كونش خشب فهو في الحالة دي اسمه نبات إيه عجبي والنباتات العجبية زي البرسيم الحجازي البرسيم المصري الأمح الشعير دي من المحاصيل إيه العجبية نقول نبات البرسيم الحجازي عجبي بقولي يمكس في الأرض فترة قد تصل إلى 15 عام يعني بيقعد 15 سنة الجزر بتاعه تعالوا نشوف الجزر الجزر بتاعته وتدية تتعمك في الطربة ما يزيد عن عشرة أمطار وتدية تتعمك في الطربة ما يزيد عن عشرة أمطار علشان كده إحنا استخدمنا البرسيم الحجازي في الأرض حديثة إيه الاستصلاح ليه لأن الأرض حديثة الاستصلاح بيكون المحتوى الرطوبة بتاعها قليل ومستوى الماء الأرض بعيد فأنا محتاج محصول أو نبات جزر قوي يمتد يجيب الماء الأرضي اللي هو موجود إيه في الطربة بعد كده الصاق نشوف تعريف الصاق الصاق صاق البرسيم الحجازي صاق عشبية مضلعة يعني إيه عشبية يعني زي ما قلنا لا تكون خشب يعني إيه مضلعة يعني لها حواف زي المستطيل أو زي إيه المربع ولكن في البرسيم المصري يقولنا الصاق بتاعته إيه دورانية أو أستوانية ولكن البرسيم الحجازي صاق إيه مضلعة قائمة يصل ارتفاحها إلى حوالي 90 سنتي تزداد فيها نسبة الألياف والتفريع على طول الصاق يعني التفريع على طول الصاق بيفرع من منطقة التاج تحت عشان يأخذ منه الحشات التالية وعلى طول الصاق فيه إيه تفريع عكس البرسيم المصري التفريع في البرسيم المصري تفريع قاعدي فقط تزداد فيه نسبة الألياف والتفريع على طول الصاق ويعتمد النبات على المنطقة التاجية في التفريع ويتوقف نشاط البراعم في هذه المنطقة على عمر النبات وعدد الحشات يعني إيه الكلام ده؟ يعني منطقة التاج عندي بتختلف من حشة إلى التانية أنا دلوقت البرسيم عندي بيمكس في الأرض كام زي ما اتفقنا؟ بيقعد حوالي عشر أعوام من عشر إلى خمستاشر سنة بأخذ منه كم حشة في السنة؟ بأخذ منه من ستة لثمان حشات حسب الحالة الصحية وحسب كمية مياه الري اللي أنا بضيفها للمحصول معنى إن أنا كده لو أخذت ثمان حشات في السنة لو ضربت ثمانية في اتناشر هتشوف عدد الحشات هتتأثر معي بإيه؟ بكل مرة هحش فيها طبعا بتأثر على منطقة التاج فعشان كده قلنا فترة النمو الاقتصادي في أعلى كمية إنتاج بتكون في الأربح سنين إيه؟ الأولى وبعد كده يبدأ المحصول إيه؟ في الإنخفاض تدريجية الأوراق تعالوا نشوف الأوراق في البرسيم الحجازي ده شكل الورقة الصورة دي بتوضح لنا شكل الورقة وشكل الظهرة للبرسيم الحجازي شكل الظهرة هنا الظهرة بنقول عليها زهرة إيه؟ إرجوانية لأن أصناف البرسيم الحجازي اتقسمت حسب لون الأظهار في مجموعة الأظهار الإرجوانية مجموعة الأظهار الصفراء فكل مجموعة تحتها مجموعة إيه؟ أصناف احنا في الصورة دي نشوف شكل الورقة فيه شكل مصغر شفناها ورقة مركبة ربق ورقة راحية مركبة من ثلاثة ورائقات لها عنق وازينات يبقى احنا كده من شكل الصورة قدرنا نعرف شكل الورقة ونوصف شكل الورقة تعالوا نشوف مع بعض شكل الورقة هيقول ايه مركبة سلاسية ريشية وعنيق الورقة الوسطى اطول من عنيق الورقتين الاخراتين والسلس العلوي لنصل الورقات مسنن الازينات كبيرة ملتحمة بالصاق والورقات بيدية شكل او مستطيلة احنا ما شفناها ايه في الصورة اللي فاتت شكل الورقة ايه بيدة او مستطيل الورقة الراحية مركبة من ثلاثة ورائقات الورقة الوسطى اطول من الورقاتين ايه الجانبهية الازهار احنا شفنا برضو في الصورة اللي فاتت شكل الازهار وهنا في الصورة دي بنوضح برضو شكل الظهرة اللي هي المجموعة ايه المجموعة الارجوانية زي ما حضراتكم شايفين احنا قلنا الظهرة في البرسيم المصري بتتجمع في نورة بتتسمى رأس ولكن في البرسيم الحجازي هتختلف وهنشوف التعريف بتاعها مع بعض توجد في نورات عنقودية هناك قلنا ايه النورة رأس في البرسيم المصري لو قالك سؤال او حد قالك اعمل مقارنة قارن بين كل من محصول البرسيم المصري والبرسيم الحجازي من حيث الورقة والصاق والزهرة فاحنا هنا شفنا شكل الظهرة في البرسيم المصري وقلنا ايه الظهرة تتكون في نورة رأسية تسمى رأس ولكن في البرسيم الحجازي نورة عنقودية تتجمع مع بعضها ايه في ابط الاوراق والزهرة خنسة ولون الازهار يتراوح بين الاصفر الى البنفسيج الارجواني حسب النوع والصنف والتلقيح في الازهار خلطي يعتمد اساسا على الحشرات في البرسيم المصري قلنا لو زرعنا برسيم مصري وهنتج برسيم رباية لابد من وجود خلايا نحل علشان خاطر تتم عملية التلقيح بصورة ايه صحيحة كذلك الامر في البرسيم الحجازي هنا التلقيح داخل الظهرة تلقيح خلطي فلابد من وجود ايه خلايا نحل والتفانى ان من ضمن اطفات العسل النحل موجود اطفة عسل البرسيم سواء كان برسيم حجازي او برسيم مصري تعالوا نشوف النقطة اللي بعد كده البزور شكل البزرة حجمها لونها هنتعرف عليه توجد في قرون حلازونية توجد في قرون ايه حلازونية يعني ايه حلازونية يعني شكل السستة ملفوف شكل السستة بالضبط شكل ايه حلازوني يتراوح عدد لفات القرن من اتنين لتلات لفات حسب النوع والصنف والبزرة صغيرة صغيرة الحجم الكلوية الشكل يعني ايه كلوية الشكل شكل الكلية بالضبط لونها أقدر زيتوني إلى أصفر فاتح حسب مدة التخزين بعد الحصاد ده شكل بزرة البرسيم الحجازي ده شكل البزور لو حضراتكم ركزتوا شوية في شكل البزور هنلاقي شكلها الكلوي يعني شكل الكلوة بالضبط ولونها أصفر أو أصفر زيتوني حسب مدة التخزين بعد الحصاد طبعا أنا لما أخذينها في بداية الحصاد بيكون لونها أصفر مائل للخضرة وبعد كده يبدأ يتحول للون الأصفر إيه الداكن الأصناف تعالوا نشوف أهم الأصناف اللي هي خاصة بالبرسيم الحجازي رقم واحد رمح واحد نبارية واحد سيوى واحد اسماعيلية واحد مبدئيا كده المجميع بتاعة الأصناف دي حسب المنطقة اللي هي منزرعة إيه فيها يعني رمح واحد نبارية واحد سيوى اسماعيلية نبارية واحد فسكندري سيوى حضراتكم عارفين واحد سيوى اسماعيلية محافظة إيه الإسماعيلية كل المحافظات دي بيتزرح فيها البرسيم الحجازي وأنتجت أصناف بإسم المنطقة اللي تم إيه اللي بيتم زراعة البرسيم الحجازي إيه فيها النقطة اللي بعد كده الأرض المناسبة إحنا لما تكلمنا عن البرسيم الحجازي قلنا أنه هو يفضل زراحته في الأراضي الرملية حديثة الإستصلاح وهو سيد المحاصيل في الأراضي حديثة إيه الإستصلاح ولكن تعالوا نشوف مع بعض الطربة المناسبة ليه هتكون إيه يحتاج البرسيم الحجازي إلى طربة جيدة الصرف منخفضة القلوية قليلة الملوحة اللي عمك واحد متر أو أكثر كما يفضل أن تكون الطربة متجنسة في قوامها يبقى أول نقطة معايا يحتاج البرسيم الحجازي إلى إيه إلى طربة جيدة الصرف منخفضة في القلوية قليلة الملوحة لعمك واحد متر يعني الملوحة تكون إيه مش عسطحه خالص يعني إيه تكون في بطن الطربة إيه اللي بعد إيه واحد متر أو أكثر كما يفضل أن تكون الطربة متجنسة إيه في قوامها النقطة اللي بعد كده وفي الأراضي الملحية يراع غسيل الطربة قبل زراعتها مع الري الغزير بعد الزراعة والإنبات حتى يكون النبات مجموع جزري تزداد قدراته على تحمل الملوحة وقوة إيه تأثيرها يعني إيه الكلام ده يعني أنا في الأرض الملحية أنا بعملها عملية غسيل يعني إيه غسيل يعني أنا بروي الأرض رية كويسة بعملها مية من ناحية وأفتح فتحة الصرف من ناحية إيه التانية فبيحصل غسيل أن مية الري اللي هي نزلت في الأرض غسلت الأملاح اللي هي موجودة وأخدتها معاها ونزلت فين من فتحة الصرف فيه في المصرف فأنا كده خفضت كمية إيه الملوحة اللي موجودة في الطربة أقرر العملية ديت أكتر من مرة حتى النبات بتاعي يكون جزر إيه قوي يبقى معقولش ههم وأسيبه إيه شغال كده وهيبقى النبات قوي معايا وهيشتغل وهيدينا إيه محصول كويس يعتبر البرسيم الحجازي من النباتات التي تتحمل الجفاف والملوحة والبرودة كما إنه متأقلم لمدى واسع من الظروف المناخية والظروف المسلحة لحصولها على إنتاجية عليها من المحصول الأخضر يعني إيه يعني يتحمل الإسترس أو الضغط للجفاف أو العوامل البقية اللي سيئة عن المحصول البرسيم المصري وعن أي محصول على في إيه آخر عشان كده إحنا زرعنا المحصول البرسيم الحجازي زرع في مناطق الإستطلاح إيه الحديثة ليه لأنه بيكون مجموع جزر قوي وبيحسن خواص الطربة وبيقدر يتحمل العطش ويتحمل إيه الملوحة لأن الجزر بتاعه زي ما اتفقنا جزر إيه قوي يتعمق إلى أكتر إيه من عشرة متر في باطن الطرب معاد الزراعة معاد الزراعة لازم أن نتفق عليه إحنا قلنا لو هنزرع محصول صيفي يبقى معاد الزراعة بتاعته هتيجي في بداية الصيف هنزرع محصول شتوي يبقى معاد الزراعة بتاعه هيجي في بداية إيه فاصل الشت المحصول الصيفي بيبدأ زراعته لو قلت شهر أبريل ومايو لحات تيونيا صح تحسب لي إيه صح ده المحصول الصيفي المحصول الشتوي لو قلت معاد الزراعة بتاعه من شهر ستمبر لأكتوبر أو من ستمبر لنوفمبر صح حسب إيه المنطقة يبقى أنا هنا إيه حددت ليه لأن المحصول المحاصيل الصيفية أو المحاصيل الشتوية محاصيل حولية يعني إيه حولية يعني بتنكس في الأرض أقل إيه من سنة ولكن نحط هنا خط تحت كلمة معاد الزراعة للمحصول المعامر اللي هو البرسيم الحجازي وهيجي لك محصول المعامر تاني اللي هو القصب هنتكلم عليه في وقته ولكن هنقول معاد الزراعة للبرسيم الحجازي إيه اللي اختلف عن محصول الصيف وشتوي هيكون ده أنه معامر ليه معادين ليه إيه معادين تعالوا نشوف المعادين يمكن زراعة البرسيم الحجازي في مصر في موعدان هما رقم واحد المعاد الخريفي وتتم الزراعة فيه خلال شهر ستنبر وأكتوبر يعني معاد شتوي بداية الخريف إحنا بنحسبه في مصر هنا محصول إيه بداية الشتاء فإحنا هنا هنقول بيتم زراحته خلال شهر ستنبر إيه وأكتوبر فأول معاد المعاد الخريفي إيه بتاعنا تعالوا نشوف المعاد الثاني يسمى المعاد الربيعي المعاد الثاني المعاد الربيعي وتتم الزراعة فيه خلال مارس وأبريل يعني شهر ثلاثة أو شهر أربعة يعني بداية الصيف يعني هنا يسمى معاد ايه ربيعي في بداية فصل الربيع يبقى احنا كده معاد الزراعة للبرسيم الحجازي قلنا عندنا كم معاد عندنا معادين اول معاد معاد خريفي والمعاد التاني معاد ايه ربيعي المعاد الخريفي في ستمبر واكتوبر والمعاد الربيعي في شهر مارس وابريل اعداد الارض للزراعة والاحتياجات السمادية تعالوا نشوف ازاي هعد الارض بتاعتي علشان ازرع البرسيم الحجازي احنا اتفقنا في اعداد الارض للزراعة بيكون فيه اضافة السماد البلدي او اضافة السماد العضوي اثناء اعداد الارض وبعد كده الحرط تسحيف تسوية الحاجات دي تكون لها بتتم ايه في اعداد الارض قبل ايه الزراعة تعالوا نشوف البرسيم الحجازي ايه اللي هيتم معاه رقم واحد تعتبر الاراضي الرملية فقيرة في المادة العضوية ولذا فهي تحتاج إلى إضافة السماد العضوي اللي هو السبخ بكمية قد تصل إلى 40 إلى 50 متر مكعب للفدان قبل الزراعة الله ده احنا في المحاصيل الحولية قلنا من 15 إلى 20 متر مكعب سماد بلدي للفدان ولكن في البرسيم الحجازي هنا اختلف الكمية تضعفت ليه تضعفت ممكن يجيلي سؤال علل يضعف كمية سماد بلدي أو عضوي للبرسيم الحجازي من 40 إلى 50 متر مكعب هتعلل هتقول إيه لأنه محصول معمر يمكس في الأرض الأكثر من 10 سنوات إنه معمر فأنا بزود له كمية السماد البلدي أثناء إعداد الأرض علشان يكون متجاوب معايا ويديني محصول اقتصادي وقيمة عالية في الانتاجية فين في أول أربح سنين لأننا ضفت السماد العضوي كده هضيفه إمتى تاني أثناء أرض البرسيم مش حاريتها لمدة 10 سنين طول فترة نموه مش هقدر أحرط الأرض ليه فأنا كده مش هقدر أضيف سماد العضوي للأرض علشان السماد العضوي العضوي يضاف أثناء إعداد الأرض أو أثناء عملية الحرس نعيدها تاني تعتبر الأراضي الرملية فقيرة في المادة العضوية ولذا فهي تحتاج إلى أضافة سماد العضوي بكمية قد تصل إلى 40 لـ 50 متر مكعب للفدان قبل الزراعة البرسيم الحجازي يعطي في العام الواحد أكثر من 8 إلى 10 حشات لذا يحتاج إلى وجود رصيد كافي من العناصر السمادية الأساسية وأهم هذه العناصر هي الفصفور والبوتاسيوم والأزوت دي من العناصر الكبرى والمغنيسيوم والكابريت والزينك والحديث والمانجنيز من العناصر الصغرى يعني البرسيم الحجازي هيحتاج مغزون وافي وكافي من كمية العناصر الغذائية الكبرى والصغرى طريقة الزراعة إحنا في البرسيم المصري لما تكلمنا عن طريقة الزراعة قلنا بيزرع بدار أو بدار علامة لو في الأرض الرملية هزرعه بدار فقط ولكن في الأراضي الطينية السقيلة بيتم زراحته بطريقة اسمها علامعة يعني علامعة يعني أنا بروي الأرض بخلي عمود المية على سطح الأرض من 15 سنتي وأبدر البرسيم بتاعي في هذا البرسيم المصري ولكن البرسيم الحجازي اختلف هنا في طريقة الزراعة لأنه بيزرع في المناطق الاستصلاحي الحديثة أو مناطق الأراضي الرملية تعالوا نشوف طريقة زراعة مع بعض رقم 1 في المساحات الصغيرة يبقى يحنا كده لما بتكلمنا عن طريقة الزراعة وقالك أول نقطة في المساحات الصغيرة يبقى فيه مساحات صغيرة والنقطة اللي بعد كده कنتكلم في مساحات كبيرة في المساحات الصغيرة التي لا تتوفر فيها أساليب الميكانة الزراعية يمكن زراعاتها بالطرق المتبعة في البرسيم المساء يعني الطريقة المتابعة اللي احنا اتفقنا عليها وقلناها من شوية ان انا ببدروه بازرع عفير بضار بازرع عفير بضار بسوي الارض بتحتي بحرتها وسويها وقاسمها لأحواض وابدر فيها البزور بتحتي في اتجاهي المتعمدين يعني انا لو مشيت في الارض بتحتي من الشمال للجنوب ارجع اخوتها من الشرق للغرب في عملية البضار حتى يتم تجانس ايه توزيع البزرة بتحتي في الارض رقم اتنين الطريقة التانية في المساحات الكبيرة التي تستعمل فيها الميكانة فيزرع باستعمال السطرات السطرات زي ما زرعنا الامح بالسطارة يعني ايه هزرعه ايه في السطور على ان يكون ابعاد السطور من 10 ل 15 سنتي المسافة بين السطر والتاني من 10 ل 15 ايه سنتي ويتم ذلك بعد تسوية الارض تسوية ايه جيدة تتم زراعة الحقل كله في اتجاه واحد بين الشرق الى الغرب ثم تعاد الزراعة مرة اخرى في الاتجاه المتعامد من شمال ايه الى الجنوب يعني انا لو بسيط لو تخيلت ان ايدي ديت ديت اتجاه ايه السطور اللي انا اخدتها فاول مرة هاجي تاني مرة اعيد بنفس الشكل كأن اخدتها عموديا على الاتجاه ايه التاني علشان خاطر اعمل توزيع مناسب وتوزيع جيد للبزور بتاعي داخل الحقل وما تطلحش عندي اماكن ايه بايرة او طرق اعيد الزراعة بعملية ايه الترقيع ليه لان محصول البرسيم الحجازي ومحاصيل العالفية محاصيل ذات كسافة عالية فاللي يهمني عدد النباتات يكون كبير في وحدة المساح النقطة اللي بعد كده كمية التقاوي البرسيم الحجازي هياخد ايه احنا اتفقنا في البرسيم المصري ان كانت كمية التقاوي الفدان بياخد معي 20 كيلو جراء لكن في البرسيم الحجازي هياخد قدية تعالوا نشوفه مع بعض علشان ليه ايه معدلات متفاوتة رقم واحد الزراعة بمعدل 25 كيلو جرام للفدان تعطي كسافة عالية من النباتات تضمن عدم منافسة ايه الحشائش يعني انا لما زود كمية التقاوي البرسيم الحجازي هضمن ان ما فيش حشائش هتنمو فين في البرسيم الحجازي وتعمل منافسة ايه على ايه على المادة الغذائية ومية الريء اللي هي موجودة ايه في الطرب النقطة اللي بعد كده في حالة الزراعة تصطير يكون بمعدل التقاوي من 10 الى 12 كيلو جرام للفدان طبعا الزراعة بستطر ايه بتوفر معايه في كمية التقاوي يبقى في الزراعة تصطير معدل التقاوي معاي Brahme من 10 الى 12 كيلو جرام ولكن لما زراعه كسيفة علشان لنفس الحشاش بدار هحط كام في النقطة اللي فاتت 25 كيلو جرام النقطة اللي بعد كده في الاراضي الرملية حديثة الاسصلاح يكون المعدل 12 إلى 16 كيلو جرام للفدان يعني 16 من 12 إلى 16 كيلو جرام علشان خاطر أزود الكمية شوية لأن دي أرض رملية ممكن يكون فيها نسبة ملوحة شوية أو نسبة حموضة هتعمل إيه؟ هتقلل لي نسبة إيه الإنبات فأنا هزود إيه؟ كمية البزور علشان أحصل على عدد العدد الأمثل في وحدة إيه المساحة النقطة اللي بعد كده معاملة البزرة بالعقادين يعني إيه معاملة البزرة بالعقادين؟ قلنا إن جميع المحاصيل البقولية ودي تحطها في برواز وتحفظها ما تنسهاش جميع المحاصيل البقولية عند زراعتها في الأرض الأول مرة لابد من معاملة بزرها بالعقادين المناسب لها كل محصول بكولي ليه عقادين خاص بيه إيه هو العقادين؟ العقادين ده البكتيريا اللي أنا بضيفها لي أو تسمى سمات حيوي اللي بتكون لي العقد البكتيرية إيه على الجزور اللي يابت حاسين لخواص التربة وتقوم بامتصاص النيتروجين الجوي وتزبيته في صورة إيه؟ أزوت زي ما احنا اتفقنا وشفنا في نقاط اللي فاتت أثناء الشرح إن فدان البرسيم الحجازي في السنة الوحدة بيوفر لي من 80 إلى 100 كيلو جرام أزوت في التربة طيب اتوفرت إزاي ده عن طريق العقادين أو العقد البكتيرية اللي تكونت على جزر المحصول اللي قامت بامتصاص النيتروجين الجوي وسبته لي في صورة إيه؟ أزوت إيه؟ في التربة تعالي نشوف معاملة البزور بالعقادين تعامل البزور قبل زراعتها بالبكتيريا العقادية المناسبة المخصصة للبرسيم الحجازي وخصوصا في الأراضي الحديثة التي لم يزبق زراعتها بهذا المحصول بمعدل 2 كيس للفدان يعني الفدان عندي هياخد كم كيس؟ هياخد 2 كيس طيب يعني يا أساز 2 كيس يعني يا مصر 2 كيس أنا هجيب 2 كيس كده عقادين وخلاص لا هقولك وزن كيس العقادين اللي هو خاص بالمحاصيل البقلية حوالي 150 جرام يعني كده أنا هحتاج 2 كيس بمعدل 300 جرام عقادين وزن كيس 150 جرام عقادين الرأي تعالوا نشوف الرأي هيتم إزاي تختلف الاحتياجات المائية للبرسيم الحجازي طبقا لفصول السنة وعمر النبات والرأي الخفيف على فترات متقربة مرغوبة في الفترات الأولى من حياة النبات لضمان مساعدة النباتات على تثبيت مجموعها الجزري احنا قلنا هنا ان البرسيم بتاعنا البرسيم الحجازي برسيم محصول ايه؟ محصول معامر فاحنا لو اتكلمنا في المحاصيل الحقلية بياخد حوالي 6 ريات في فصل الشتاء في فصل الصيف بياخد حوالي 8 ريات لكن انا ده محصولة قاعد عندي طول السنة فطول السنة عدد الريات بيختلف في فصل الشتاء عن فصل ايه الصيف عدد الريات بتقل عندي في فصل الشتاء وتزيد في فصل ايه الصيف فبالتالي هنا تختلف الاحتياجات المائية للبرسيم طبقا لفصول ايه؟ السنة وعمر النبات تعالوا نشوف مع بعض وعادة ما يحتاج الفدان في الأراضي الرملية إلى 25 متر مكعب من مياه الري يوميا في فصل الشتاء تزداد إلى 30 متر مكعب في فصل الربيع والخريف وتصل إلى 45 متر مكعب في الصيف وذلك عند استخدام الري بالرش استخدام ايه الري بالرش احنا كده معانا 3 معدلات حسب فصول السنة عندي 25 متر مكعب ده في فصل الشتاء عندي 30 متر مكعب في فصل الربيع والخريف وعندي 45 متر مكعب في فصل الصيف كده معدلات الري طول فصول السنة للبرسيم الحجازي الحش احنا اتفقنا ايه هو الحش اللي هو الحصول على الجزء الاقتصادي الخاص بايه بالبرسيم الحجازي سواء كان برسيم مصري او برسيم حجازي عملية الحش واحدة سواء كان حش يدوي او حش ايه بالآلة حش يدوي يعني ايه يعني انا هستخدم قلة الحصد اليدوية اللي هي الشرشرة زي ما تسمى الشرشرة المنجل المحش كل دي اسماء ايه ليها وممكن ايه احش برضو ايه بالسيف اه زي ما حشيت ايه البرسيم المصري تعالوا نشوف الحش رقم واحد تأخذ الحشة الاولى بعد الزراعة عند عمر 60 الى 70 يوم وعادة يكون ارتفاع النبات حوالي 35 الى 40 سنتيه الحشة الاولى عندي باختها عند عمر من 60 الى 70 يوم وارتفاع النبات في الحالة ديه بيكون من 35 الى 40 سنتيه في البرسيم المصري اخذنا الحشة الاولى بعد 55 يوم النقطة اللي بعد كده الحشات التالية تؤخذ بعد ثلاث اسابيع من الحشة السابقة في فصل الصيف والربيع وبعد اربع اسابيع في فصله الخريف والشتاء يعني الحشات بتنشط عندي هنا في فصل ايه في فصل الصيف والربيع باخد كل ثلاث اسابيع باخد ايه حشة يعني كل ايه 21 يوم لكن في فصل الصيف والربيع وبعد اربع اسابيع في فصل الخريف والشتاء يعني كل 28 يوم باخد حشة في فصل ايه الشتاء وعند تزهير 10% من النباتات بصرف النظر عن طول النبات يعني أنا زارع البرسيم الحجازي بتاعي عايز أحشه بعد 28 يوم أشوف نسبة الأزهارة عندي وصلت نسبة الأزهارة 10% أحش ليه؟ لأن في الحالة دي هتكون نسبة المادة الغذائية اللي هي موجودة في النبات نسبة إيه؟ عالية ونسبة التصافي بتاعته إيه؟ هتكون عالية مقاومة الحمول في البرسيم الحجازي طبعا من أهم الحشائش التي تنمو في البرسيم عامة سواء كان برسيم مصري أو برسيم حجازي حشيشة الحمول وحشيشة الحمول عرفناها في البرسيم المصري أنها هي حشيشة متطفلة تطفل على ساق البرسيم تطفل على ساق إيه؟ البرسيم تعالوا نشوف شكلها وبعد التعريف بتاعها الحمول نبات متطفل يخلو من الكوروفيل ويتطفل تطفل كامل على نبات البرسيم الحجازي مسببا نقص كبير في المحصول مما يستلزم التخلص منه بالأساليب الزراعية والمكافحة الكيموية يعني هي أساليب الزراعية يعني المنطقة بتاعت اللي طلع فيها حمول لو مش أقومها بمبيد كيموي ممكن أحشها حش جائر يعني أنزل على وش الأرض خالص تمام وأحرق مكانها فبالتالي الحمول مش هيطلع ولكن النبات هيخف شوية وممكن أعيد زراعة المنطقة اللي كان فيها حمول ده شكل الحمول زي حضراتكم ما انتم شايفين لونه أصفر انبوبة مططية بتلف حلزوني حوالين الصاك وحوالين الأوراق وترسل الممصات بتاعتها داخل النبات وتقوم بامتصاص المادة الغذائية من داخل النبات لتكملة فترة حياتها فعشان كده المحصول أسف نبات الحمول أو حششة الحمول من الحشاش المتطفلة نيجي بعد كده هنشوف الخطوات الوجب اتباحها لمكافحة الحمول ايه هي الخطوات لازم نمشي خطوة خطوة عشان نكافح الحمول ده رقم واحد زراعة البرسيم الحجازي في أرض خالية من أصابة بالحمول يعني أزرع في أرض نظيفة ما يكونش سبق زراعتها بها نوع من أنواع البرسيم وما يكونش فيها ايه حمول رقم اتنين نظفة التقاوي من بزور الحمول وهي طريقة فعالة غربالة كويسة واستبعد بزور ايه الحمول منها وأزرع البزرة نظيفة فبالتالي أنا كده مش هيتلع عندي ايه حمول في المحصول بتاعي استخدام أسمية العضوية تمت التحلل حتى لا تكون مصدرا للإصابة في بعض الحيوانات خصوصا الحيوانات كنسة زي الغنم تنزل في أرض كان فيها حمول تاكل الحمول من هنا ويخرج في السمات بتاحها أو في الروس بتاحها من ناحية تاني أو كذلك ايه الحيوانات بتاعتي في المزرع لو أنا غزتها على برسيم في حمول هتاكلوا الحمول ما بيتهضمش بيبدأ ينزل ايه في الروس فأنا هضيفه كده في الأرض تاني في صورة سمات غير كامل التحلل هيطلع عندي الحمول ايه في البرسيم ولكن السمات بتاعي إذا قمرته صح وخليت السمات عندي كامل التحلل فبالتالي كمية الحرارة اللي هي بتنتج من تحلل السمات هتقتل أو هتموت البزرة الحمول اللي هي موجودة ايه في السمات بتاعي فبالتالي لما استخدمه مش هيطلع عندي حمول ايه في الأرض النقطة اللي بعد كده سرعة التخلص من البقعة المصابة فور ظهورها وذلك بتقليع النباتات للبرسيم المصابة بالحمول ونقلها خارج حدود الحق ثم التخلص منها بالحرق وذلك لمنع تلوث ايه الطربة مرة أخرى زي ما احنا تكلمنا من شوية ان انا بقلع او احش حش جائر من على وش الأرض وياخد النباتات دي احرقها واحرق مكانة وعيد زراعتها مرة تانية انضغطة اللي بعد كده ينصح بغربالة التقاوي من بزر الحمول والحشائش الأخرى في محطات الغربالة المتخصصة بحيث تكون خالية تماما من الحمول في طبعا بعض الماكينات الموجودة في محطة الغربالة تسمى الرول الرول ده بيقوم بعملية تفصل بزور الحمول باختلاف الشحنة الكهربية اللي موجودة على سطح ايه البزرة فبتخرج بزرة الحمول لوحدها بزرة الحمول والسيريس واتطلع لك بزور البرسيم سواء كان برسيم مصري او حجازي نضيف خالي ايه من بزور الحشائش الغريبة النقطة اللي بعد كده ينصح في حالة الاصابة الشديدة بالحمول في البرسيم الحجازي يمكن رش البقع التي تنتشر بها الحمول بالمبيدات الموسيبها من وزارة الزراعة وذكرنا في البرسيم المصري كان المبيد الموسيبه من وزارة الزراعة كان مبيد البازا جرام كمية المحصول كمية المحصول عندي انا لما اتكلم عن كمية محصول لمحصول علفي لازم اذكر كمية ايه ايه هم اول حاجة كمية العلف الاخضر اللي انا هاخده وكمية البزور لو انا هنتق خليه انتق ايه بزور يبقى أنا عندي هنا في المحاصيل العلف لما يذكر كمية المحصول قالك تكلم عن محصول البرسيم الحجازي من حيث معاد الزراعة كمية التقاوي كمية المحصول يبقى أنت كده لما هتتكلم عنه لازم تذكر كمية المحصول في نقطتين زي معاد الزراعة هتذكره في نقطتين معاد خريفي ومعاد ربيعي زي كمية التقاوي هتذكرها في 3 نقاط حسب طريقة الزراعة وطريقة الاستخدام والمساحة نيجي هنا في كمية المحصول هنذكر نقطتين اللي هو كمية المحصول الأخضر وكمية التقاول لو أنا هسيبه ينتج تقاول رقم واحد من العلف الأخضر يعطي البرسيم الحجازي حوالي 10 حشات في السنة بمتوسط 6 طن من العلف الأخضر في الحشة الوحدة ووزن الحشة الأولى 10 طن يبقى هنا في العلف الأخضر ويعطي الفدان البرسيم الحجازي حوالي 10 حشات في السنة بمتوسط 6 طن يعني أنا هنا في السنة هاخد 60 طن علف أخضر في الحشة الوحدة ووزن الحشة الأولى 10 طن ليه الحشة الأولى بتكون 10 طن لأنها بتكون الحشة ديت مزروعة لسه طلعة مباشر من البزرة بيكون وزنها عالي بتكون قوية بفعل كمية السماد اللي هي موجودة لسه في التربة ما يتمش استهلاكها ما بين الحشات الكمية بعد كده من التقاوي كمية المحصول من التقاوي يعطي الفدان في المرة الوحدة من 1.5 إلى 2 أردب من البزور ووزن الأردب 162 كيلو جرام وإحنا قلنا لوحدات وحدة الوزن للمحاصيل لازم نبقى عارفينها كويس زي ما زكرنا في البرسيم وزكرنا في الشعير وزكرنا في الأمحة هنا وزن أردب البرسيم الحجازي 162 كيلو جرام الفدان بيديني أردب ونص إلى أردبين بعد كده هنخش على تاني محصول من محاصيل العلف الخضر اللي هو محصول علف الفيل ايه هو محصول علف الفيل بعد محصول البرسيم الحجازي هنخش ايه ده محصول معمر من المحاصيل النجلية يبقى احنا كده في الفصل الدراسي التاني هنتكلم كتير عن محاصيل ايه اللي هي المعمرة اول محصول اخذناه في المحاصيل العلف الأخضر محصول ايه البرسيم الحجازي وقالنا انه هو محصول معمر يمكس في الأرض أكثر من عشر سنوات هنا محصول علف الفيلد بيقعد معي في الأرض حوالي خمس سنين تعالوا نشوف محصول علف الفيلد زي حضراتكم ما شايفين في الصورة دية أنه محصول يتبع العائلة النجلية شابه جدا لمحصول الدخن أو محصول الزورة الرفيعة ومحصول الزورة السكرية ومحصول الزورة لأن الورقة بتاعته ورقة شرطية كبيرة وهنتعرف في الوصف النباتي والشغل بتاع المحصول علف الفيل عن المميزات بتاعته وإزاي أوصفه وإيه هي العمليات الزراعية اللي هي هتتم عليه اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي بتتم إيه على أي محصول تعالوا نشوف مع بعض دي شكله كمان لمحصول علف الفيل في الارتفاع بتاعه اللي بتتم عنده عملية إيه الحش نشوف النقطة اللي بعد كده الأهمية الاقتصادية لعلف الفيل احنا نشوفنا الأهمية الاقتصادية إيه للبرسيم الحجازي وتعرفنا على الأهمية الاقتصادية ليه رقم واحد محصول نجيلي معمر سريع النمو تنتشر زراعته في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية يعني ايه مناطق استوائية وشبه الاستوائية يعني درجة الحرارة فيها تكون ايه عالية يعني المحصول ده محب الدرجات ايه الحرارة العالية وقلنا محصول نجيلي معمر ليه سريع الانتشار وسريع النمو لانه بيمكس في الارض حوالي خمس سنوات واتفقنا ان المحصول الصيفي ومحصول الشتوي بنقول عليه محصول حولي لانه بيمكس في الارض اقل ايه من سنة احنا هنا المحصول البرسيم الحجازي محصول معمر قاعد عشر سنين محصول العلف الفيل هنا قاعد معنا كام هيقعد خمس سنين النقطة اللي بعد كده في الاهمية الاقتصادية يعطي كمية كبيرة من العلف ايه الاخدر كمية كبيرة من العلف ايه باخد كمية كبيرة ووزن كبير لو انا عندي عدد حيوانات كبيرة في المزرعة اقدر اوفر لهم ايه العلف بتاعهم رقم ثلاثة يفضل زراحته في الاراضي اراضي الاستصلاح الجديدة وفي اماكن انتشار مشاريع الانتاج الحيواني لسد العجز في انتاج الاعلاف الصيفية يعني ايه سد العجز في الاعلاف الصيفية انا في الاعلاف الصيفية علشان ازرعها هروح ازرع ايه مثلا زي الدخن او الدنيبة دي هتحتاج كمية ايه ميا كتيرة علشان تديني عالد اقتصادي او تديني ايه محصول اقتصادي كويس اقدر اشغل المشروع بتاعي عليه ولكن هنا علف الفيل هيوفر لي الكميات ديت في مناطق الاصلاح الحديثة لان كمية الميا مش هتكون ايه كبيرة للدرجة لو قررناها بمحصول ايه الدخن او محصول الدنيبة ازباب انتشار علف الفيل في اراضي الاستصلاح الجديدة لسد العجز في الاعلاف هنشوف هنشوف ازباب ايه الانتشار رقم واحد محصوله الخضري كبير والذي يتفوق على المحاصيل الاخرى حيث يُعطي الفدان الواحد من مية لمية وعشرين طن علف اخدر طازق تحتوي على اكثر من عشرين طن مادة ايه جفة شفتوا الفدان بيدي كام من مية لمية وعشرين طن علف اخدر المية وعشرين طن علف اخدر دول فيهم عشرين طن مادة جفة والعشرين طن مادة جفة ديت اللي هي بيستفد بها ايه الحيوان ولكن الباقي الفرق بتكون نسبة رطوبة وايه ومية داخل المحصول النقطة اللي بعد كده درجة استصاغاته عالية تقبل عليه جميع الحيوانات بشهية كبيرة ليه درجة استصاغته عالية لانه هو من العائلة النجلية والعائلة النجلية بتضمدر الزراء الشامية والزراء السكرية فبالتالي بيبقى فيه نسبة سكر فبيكون عالي الاستصاغة بيبقى طعمه حلو ايه واسناء الحيوانات وهي بتتناوله فبتقبل عليه بشهية ايه كبيرة النقطة اللي بعد كده لا يحتوي على حمض الهايدروسيانيك زي السمية العالية جميع المحاصيل النجلية بتكون داخلها حمض يسام وحمض الهايدروسيانيك بيكون شديد السمية خصوصا على الحيوانات وحيدة المعدة يعني ايه حيوانات وحيدة المعدة غير المقترات المقترات بتكون المعدة بتاعتها مركبة بتكون من اربع معادات زي ايه الابكار والابل والماعز دي معادات مركبة ولكن لو المعدات ذات المعدة الواحدة اللي هي زي الفصيلة الخيلية زي الحمير البغال الاحصنة دي معادة ذات معادة واحدة بيأثر عليها وبيعملها ايه سمية عليها حمض الهايدروسيانيك بيبقى موجود في المحاصيل العلف النجلية في عمره من يوم حتى 35 يوم يعني من عمر يوم حتى 35 لا يمكن ان انا اغزي الحيوانات بتاعتي في هذه الفترة على هذه ايه النباتات لوجود حمض ايه الهايدروسيانيك اللي بيعمل سمية للحيوانات وبيعمل لها ايه مغص رقم اربعة قيماته الغذائية حيث ترتفع به نسبة البروتين 16% وارتفاع نسبة الدهون 3% فهو غذاء هام لجميع الحيوانات خاصة حيوانات اللبن اذا كان نسبة البروتين 16% والدهون 3% واكلتها عندي للحيوانات في فصل الصيف فبالتالي انتاج اللبن هيزيد عندي في فصل الصيف ليه لان احنا عارفين اي فلاح مصري عنده ماشية لانتاج اللبن كمية اللبن بتزيد في فصل الشيطة وبتقل في فصل الصيف ده راجع لنوع الغذاء او نوع العلف اللي هو بيتغزاه الحيوان فهنا عندي عندي العلف الفيل بيزود الانتاج من اللبن في فصل الصيف النقطة اللي بعد كده مقاوم للاصابة لدودة ورق القطن التي تنتشر صيفا انا عندي دودة ورق القطن بتنتشر في الصيف فبتبدأ المحصول العلف الفيل مقاوم ايه ليها النقطة اللي بعد كده تحميه للجفاف ودرجات الحرارة العالية زي احنا ما قلنا ايه محصول يزرع في المناطق الاستوائية وشوب هل الاستوائية فقولنا ده بيتحمل الجفاف ودرجات الحرارة ايه العالية الاحتياجات المناخية ايه هي الاحتياجات المناخية المحصول على في الفيل يلائم نمو على في الفيل درجات الحرارة العالية وظروف النهار الطويل وتؤثر درجة الحرارة المنخفضة على نموه شتام يبقى يلائم نموه على في الفيل درجات حرارة عالية وظروف النهار الطويل وتؤثر درجة الحرارة المنخفضة على نموه شتام احنا هنقف مع بعض في الحلقة دية لحد النقطة دية ويبقى في الحلقة دية احنا تكلمنا مع بعض عن محصول اول محصول على فيه في الفصل الدراسي الثاني اللي هو محصول البرسيم الحجازي وشفنا الاحتياجات المناخية ليه وشفنا العمليات الزراعية اللي بتتم عليه وتعرفنا عليها من ناحية اعداد الارض للزراعة التسميد كمية التقاوي طرق الزراعة جميع العمليات اللي هي بتتم حتى عملية الحش وكمية المحصول اللي احنا بنحصل عليها سواء كان كمية المحصول من محصول العلف الأخدر او محصول البذور عرفنا المعادين للبرسيم الحجازي قلنا انه محصول معمر بيزرع في معادين عنده في مصر المعاد الخريفي والمعاد الربيعي المعاد الخريفي في ستمبر واكتوبر المعاد الربيعي في مارس وابريل ده اللي بيتم فيه زراعة البرسيم الحجازي واتعرفنا على اهم الاصناف اللي هو رمح واحد اسماعليه واحد وواحد ماشي اسماعليه واحد كل دي كانت اصناف للبرسيم الحجازي شفنا شكل الساق وتعرفنا على الوصف النباتي ليه وتركيب الورقة وشكل الظهرة وتعرفنا على شكل البزور والوصف بتاحها واخدنا جزء من محصول علف الفين ان شاء الله في الحلقة الجاية هنكمل مع بعض محصول علف الفين وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودعوه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا